في ظل استمرار المشاورات يواصل طيران العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته تصعيده لانتهاكات وقف اطلاق النار في عدد من محافظات الجمهورية إلى التفاصيل يواصل طيران العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته خروقاته لوقف اطلاق النار على مختلف محافظات الجمهورية في ظل المشاورات التي تجري في دولة الكويت حيث شن غارة على مدرية موزع بمحافظة تعز وحلق بعلو منخفض في سماء المحافظة كما صد أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوما للمرتزقة باتجاه عصيفرة في خرق جديد لوقف إطلاق النار إلى ذلك انتاكت بارجات العدوان المياه الإقليمية للسواحل الغربية من باب المندب إلى المخى في الوقت الذي يحتشد المرتزقة بالقرية الجنوبية بمنطقة ذباب بمحافظة تعز وفي محافظة صنعاء استادف مرتزقة العدوان بسواريخ الكاتيوش والمدفعية تبة الحول وملح وبني بارك في مدرية نهمة أما في محافظة مارب استادف العدوان مرتزقة بالسواريخ والمدفعية عدد من المناطق في مدرية الصرواح وتم التصدي لعدد من المرتزقة خلال محاولة زحفهم باتجاه منطقة هيلان وفي محافظة شبوى قصف مرتزقة العدوان السعودي عدة مناطق في مدرية عسيلان يأتي هذا في الوقت الذي حلق طيران العدوان السعودي الأمريكي في سمام مدينة حجة ومديرية كعيدنا وألقى خلال ذلك كنابلة صوتية على مديريتي حرض وميدي الحدوديتين